عندما يحكم الفاسدون فلا تسل عن القوانين وتطبيقها فلكل نص قانوني مخرج عبر دفع الرشاد الفاسدين ليسقط القانون ولتسقط معه هيبة الدولة ومصالح الناس بالضبط هذا ما حدث في المدينة المائية في محافظة النجف لم يستغرق الأمر سوى ساعات قليلة ليأتي حريق شب في أحد المحال على بقية أقسام المدينة وسط عجز واضح من جانب فريق الدفاع المدني عن إخماد الميران بناء من مادة السندويج بين الوليكابون انتشر الحادث إلى المحلات المجاورة الأضرار المادية ضمن المقاطع المحترق كانت جسيمة واستطاعوا رجال الدفاع المدني منع انتشار الحريق إلى القواطع والمحلات والمشاريع المجاورة كانت مشاريع مبنية من مادة السندويج بين الوليكابون كان خطر داهم مشروع المدينة المائية في النجف كان قد أحيل إلى القضاء في وقت سابق لعدم تطبيق شروط السلامة بحسب بيان لمديرية الدفاع المدني بينما أكد أصحاب المحال التجارية المحترقة أن منظومة الإطفاء التي قام المستثمر اللبناني مالك المدينة بنصبها في المجمع بعد حريق سابق لم تكن تعمل ولا يوجد بها ماء ولا مضخات محملين المحافظة وهيئة الاستثمار ودائرة الكهرباء والبلدية مسؤولية الكارثة التي ألمت بهم والتي تبلغ خسائرها أكثر من خمسة ملايين دولار الشركة عملها بس الجباية جباية الأموال أي اهتمام بالشركة ماكم سندويشات صارف مع السنة حوالي وعشر سنوات من إنشاء المشروع اللي عليها بالمحل بس يدفع يدفع فلوس أجار ويدفع وطني يقول وطني نحن ناقع ندفع مضاعف جباية الأموال إذن لصالح المستثمرين على حساب مصالح الناس وأمنهم تتم تحت سمع وبصر المؤسسات الحكومية التي اكتفى مسؤولها بنيل نصيبهم من الكعكة الفاسدة ليبقى العراق رهن تحالف نكد بين الفساد والمحاصصة